اشتركوا في القناة مادة الفصل الدراسي الثاني بداية البداية ان شاء الله ستكون في تاريخ 21-21-24 بيكون هذا يوم احد يوم الاحد الموافق 21-1 عدد الحصص الاجمالي لمادة الفصل الدراسي الثاني كاملا 37 حصص شرح يا شباب وزائد 5 حصص لحل مسائل الدروس والوحدات هذا عدد الحصص الكل 37 حصص شرح ويتضمنهم خلالهم خمس حصص لحل مسائل الدروس الداخلية والوحدات حيث المادة مقسمة كالآتي الوحدة الخامسة الحط الكارومغماطيسي اسمها واشباه الموصلات تتكون من 18 حصصة اما الوحدة السادسة فهي الفيزياء الحديثة وهي مادة ممتعة جدا وجديدة بالنسبة لكم 13 حصصة والوحدة السابعة الفيزياء النووية عبارة عن 9 حصص نعم الان هدول مجموحهم كلهم مع بعض بطلع 42 شو هم 42 اللي هم 37 الحصصة حصة شرح زائد 5 لحل مسائل الدروس اوكي الان قضية الاخرى برنامج الحصص الاسبوعي باذن الله سيتم تنزيل 3 حصص مسجلة حكون عندكم 3 حصص مسجلة اسبوعيا ايام احد وثلاثاء وخميس رح تنزل على الدورة وكل يوم سبت هون الاشي الجديد هذا جديدنا لهذا العام هذا اشي جديد قمت فيه السنة كل يوم سبت هيكون عندك حصة تفاعلية يتم فيها 3 امور ليوم السبت اولا مراجعة مكثفة لحصص الاسبوع السابق والتأكيد على افكارها يعني احنا بناخد احد 3 خميس بتحضر حصص مسجلة الحصص بتكون انت مع نهاية يوم الخميس كاقصى حد الجمعة بتكون انت دارس حصص الاسبوع الثلاث ويوم السبت باذن الله بطلع لك انا بحصة لن اشرح فيها مادة جديدة حصة السبت حصة الزبت هي عبارة عن مراجعة مكثفة للثلاث حصص السابقة يعني احنا رح نسميها هاي رحكون عنوانها عندك على الدورة رحكون اسمها حصة اثرائية هيك رحكون عنوانها وين الاثراء مراجعة مكثفة ومركزة لكل ما درس في الحصص السابقة هذا رقم واحد وتأكيد على كل افكارها بعدين بعدين حل ورقة عمل اضافية على الحصص الثلاث السابقة يعني انت بدك تقول يعني فيها حيكون هاي الورقة العمل العديد العديد من المسائل نعم يعني مش اقل من عشرين سؤال حيكون على الثلاث حصص وانا طموحاتي اعلى انه كل حصة تم شرحها بمعدل عشر اسئلة حيكون عليها فاجمع بيكون عندك في حصة يوم السبتها يروح الناقش على الاقل باذن الله طبعا ان شاء الله ان الله يقدرنا على الاقل ثلاثين سؤال يتعلق بالحصص السابقة طيب هاي الاسئلة ما رح انت تتفاجأ فيها لا حل ورقة عمل اضافية على الحصص الثلاث السابقة يتم تنزيلها يعني ورقة العمل هاي رح اننزلها على ملفات الدورة وعلى جروبات المسجل والتفاعلي نهاية كل اسبوع يعني الخميس يعني يوم الخميس بتلاقي انتشرت سواء على ملفات الدورة في جو اكاديمي او على جروبات المسجل والتفاعلي ورقة عمل التي سيتم نقاشها يوم السبت عشان يكون عندك فترة اللي هو يوم الخميس مساء زائد الجمعة زائد السبت طبعا حصة هاي الاثرائية رح تكون يوم السبت الساعة واحدة من هلأ اعرف موعدها كل سبت الساعة واحدة رح تكون موعد الحصة الساعة الواحدة اوكي يعني في وسط النهر بتكون جهزت حالك وبتيجي انوياك ندردش فيها في حصة تفاعلية رائع زيكم يوم السبت طيب نقطة رقم ثلاث الجزء الأخير من الحصة التفاعلية طبعا ثلاث أجزاء الحصة التفاعلية ستكون أولا مراجعة مكثفة للحصة السابقة اثنين حل ورقة العمل المتعلقة بهذه الحصة الثلاث ثلاث اللي هو الجزء الأخير حيكون مخصص لإجابة على أسئلة واستفسارات طلاب التفاعلي وطلاب المسجل الساعة بيقول لي طيب التفاعلي وآمنا معاك في الحصة بيسألوه طب والمسجل المسجل بإذن الله بنفتح لقربات يوم الخميس ويوم الجمعة عشان نسمع شو عندهم استفسارات وأنا أكتبها ورقة وأجمحها وأعرف كيف أنا أرتب أموري في حصة السابقة بحكي أن الطلاب المسجل سألوني كذا وكذا وكذا وهاي الإجابات على الاستفسارات بإذن الله رح أكون جدول رائع بس هذا بده منكم همة وجلد وقوة بإذن الله حتى يتم الهدف المرجو من هذه الحصة الرائعة ماشي الحال الآن آخر شيء بعد نهاية كل وحدة سيكون عندي بعد نهاية كل وحدة سيكون عندنا امتحان إلكتروني لكل وحدة يراعي كل المستويات العادي والمتوسط والمتقدم وفيها أكيد الأسئلة بظل تسعر عنها أسئلة المهارات العلية هذا الامتحان الإلكتروني بعد ما أنتوا تقدموا يتم حله يتم حل هذا الامتحان أمام الطلاب يعني إحنا رح نأقد حصة اسمها حصة حل الانتحان تنتشر على الجروبات وممكن نزلها على اليوتيوب إلى آخرهم طيب لا تنسوا البداية الصنة الحسنة اللي بلشت فيها جو أكاديمي الرائعة اللي هي أنه كل أسبوع سيكون حصة ساعة مكتبية تفاعلية في كل أسبوع رح يكون عزنا حصة ساعة مكتبية تفاعلية لكل الطلاب سواء طلاب التفاعلي أو المسجل وأصلا هي مفتوحة لكل طلاب الأردن بصراحة أنا بلشت أصعر أنه هي حصة ممتازة بنناقص فيها أشياء مهمة وتساؤلات عند الطلاب وطبعا السؤال العظيم اللي عند الطلاب متى يا أستاذ بنختم هذا السؤال اللي بحبوه الطلاب من المتوقع ختم المادة إن شاء الله في بدايات شهر خمسة بإذن الله تعالى وإن شاء الله بعد الانتهاء من الدورة وإحنا نليل كل أعمالنا بنكون جهزنا لكم أو قاعدين بنجهز لكم في دورة مميزة جدا هي مسك الختام بعد انتهاء الدورة وإنهاءها المكثف المثالي الخاص بطلاب 2006 طلاب الحاليين أنتوا نشرت أنا اللي هو مكثف الـ 2005 إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه على قدر روعته بإذن الله راح تشوفه مكثف أروع في نهاية العام وأقوى وأشمل حتى إن شاء الله بالعالمين يعني يقودكم إلى تحقيق أحسن المعدلات والعلمات العالية بإذن الله محبكم أحمد شقبوعة أرجو لكم كل التوفيق والنجاح الدائمين جو أكاديمي منصة المليون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة